تشمل توصيات وقرارات الحوار الوطني الشامل والسيادي قضية طعويد ضهايا الرئيس السابق حسين حبري وبعد الثماني سنوات من صدور حكم القرفة الأفريقية الاستثنائية في داكار يأتي هذا اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية الفريق أول محمد تدريس ديبتنو مع أضاء ثلاثة جمعيات ساعد على مدى هذه السنين على دفع طعويدات ضهايا النظام السابق وتتكون هذه الجمعيات من جمعية شبكة حقوق الإنسان بقيادة السيد جد عمر وجمعية ضحايا الجرائم والقمع السياسي في شات بقيادة رئيسها مايبيه قابيه وجمعية ضحايا جرائم نظام حسين حبري برئاسة السيد أدومبي دام بير وقد ركزت المباحثات بين وفد الجمعيات الثلاث ورئيس الجمهورية على كيفية دفع طعويدات الضحايا التي تأحدت الحكومة بدفعها حضر هذا اللقاء وزير المالية والبيزانية طاهر حامث انجلينغ وأمين الدولة في العدل لحقوق الإنسان الدكتور سيتاقيو من باتينا ومعاوني الرئيس الجمهورية هيس أمر الرئيس الجمهورية وزير المالية بدفع حصة شات للضحايا اعتبارا من يوم الجمعة الثالث والعشرين فبراير الفين عربعة وعشرين وفي نهاية اللقاء تحدث أهد مسؤولي هذه الجمعيات عن النتائج التي تحصل عليها في آخر المطاف جينا قابلنا فخامة الرئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبي بخصوص الضحايا هنا هسين هابري جميع تلاتة كل جميع هنا الضحايا الضحايا والجرائم هنا الحكومة السابقة هنا هسين هابري نكلمنا عن الاندميزات وأن باكر الصباح كان ربنا سبحانه وتعالى عن طعن الصباح بالآفر ومجمع نبتدو الكفين رسميا وبناء على روح التسامح والأفو والمحبة قدم ضحايا حسين هابري طلبا متواضع لرئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبي دنو بعاد التحيل الرئيس السابق وفقا للقرارات الصادرة عن الحوار الوطن الشامل والسيادي هذا وقد شكر الوفد رئيس الجمهورية عن جهوده واهتمامه بهذه القضية الوطنية ومسائيه نحو تخفيف معاناة الضحايا بعد انتظارهم الطويل